الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة تفقدية في مدينة الجلالة التي تتمتع بالعديد من المقومات المتفردة خاصة موقعها المتميز على هضبة جبل الجلالة بمنطقة البحر الأحمر بين العين السخنة والزعفرانة شملت جولة الرئيس السيسي عددا من المناطق بمنطقة الجلالة خاصة منطقة مرتفعات الجلالة التي اتقع على مساحة 120 فدانا وتضم مكونات سكنية وخدمية وترفيهية ورياضية وعلى ارتفاع 250 مترا عن سطح البحر كما تفقد الرئيس السيسي مناطق المنتجعات والكرنيش والنصب التذكري بمدينة الجلالة حيث التقى مع القائمين على المشروع ووجه لهم التهنئة بعيد الفطر المبارك واطمأن على سير العمل بالمشروع علن الجيش السوداني أنه سيعمل على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين إجلاء رعاية عدد من الدول وبعثاتها الدبلوماسية من السودان هذا وقد بدأت الأولايات المتحدة وفرنسا بإجلاء دبلوماسيها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري كما أكد بيان للجيش السوداني أنه تم إجلاء البعثة السعودية في وقت سابق برا إلى بورت سودان ومنها جوا إلى المملكة العربية السعودية قال مسؤولون محليون أوكرانيون إن ما لا يقل عن خمسة صواريخ روسية أصابت مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا والمناطق المحيطة بها في وقت متأخر من مساء السبت مما ألحق بعض الأضرار في مباني مدنية وأعلن حاكم المنطقة أولي سينيجوبوف أن صاروخا أصاب منزلا في قرية كوتلياري إلى الجنوب من خاركيف بينما تسبب صاروخ آخر في اندلاع حريق كبير في المدينة نفسها نصحت وزارة الخارجية الروسية مواطنها بتجنب السفر إلى كندا مشيرة إلى ما تصفه بالعديد من حالات السلوك العنصري ضد الروس بما يشمل العنف الجسدي وكانت روسيا قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على 333 من المسؤولين والشخصيات العامة الكندية من بينهم رياضيون بارزون فيما قالت إنه رد على القيود التي فرضتها كندا على موسكو ودعمها لأوكرانيا قرب وزير الدفاع السويدي بالجونسون عن ثقته في طول أمد الأزمة الأوكرانية داعيا كياذ إلى الاستعداد لحرب استنزاف طويلة وطالب جونسون الحلفاء بالتأكد من أن لديهم القدرة على توفير اللوجستيات والذخيرة وقطع الغيار للقوات الأوكرانية قالت أجهزة الطوارئ الإسبانية إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب 12 آخرون بعد نشوب حريق في مطعم بالعاصمة مدريد وقال الرئيس بلدية مدريد إن أحد الضحايا موظف بالمطعم والآخر زبون وذكرت أجهزة الطوارئ أن زبائن المطعم تكبدوا العناء أثناء محاولتهم الهرب لأن الحريق اشتعل بالقرب من المخرج الرئيسي أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالين أحدهما بقوة 6.1 من 10 درجة والآخر قوته 5.8 من 10 درجة هزى منطقة كيبولا وعن باتو في إندونيسيا وقال المركز أن الزلزال الأول وقع على عمق 43 كيلو مترا بينما الثاني على عمق 40 كيلو مترا وكان الفارق بينهما بضع ساعات انتهى مجزو الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعض الفاصل اشتركوا في القناة